يا مساء الخير يا مساء الحب يا مساء السعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعوا برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى دايماً بكون معاكم إمام مختار كل يوم 2 الساعة 7 بالدقيقة اضبطوا ساعتكم معايا النهاردة هنتكلم عن الحياة النهاردة هنتكلم عن أهم حاجة في الحياة يمكن من وجهة نظري يمكن من وجهة نظرك يمكن أنت مش فارق معاك يمكن أنت ولا بتفكري النهاردة هنتكلم عن الأمان 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 كلمة كبيرة قوي جواها حسيس رهيبة الإحساس بالأمان شعور بتدور عليه كل بنت وكل ست وكل راجل وكل شاب بس خلينا نشوف مع بعض هو إيه اللي بيحسسنا بالأمان هو فعلاً الأمان ده بالنسبة لي حاجة وبالنسبة لكم حاجة وبالنسبة لحد تاني حاجة يعني حاجة كده إيه متغيرة أو نسبية يعني أنا شايفة الأمان في زاوية معين وإنت كمان شايف الأمان في حتة معين الأمان بالنسبة للستات خلينا نتكلم الأول للستات الأمان للستات كتير قوي في ست الأمان بالنسبة لها راجل تحبه يحتويها يحسسها بالطمأنينة يطبطب عليها وهي موجوعة يحتويها كلها بحياتها بمشاكلها بحلوتها بمرها أنا بالنسبة لي راجل زوج حبيب بيطمني بحس معه بالأمان ده الأمان في ستة تانية بالنسبة لها الأهل هم الأمان أهلها وإن هم بيدعموها وسابورت ليها طول وقت وطول وقت الأهل عموما حتى لو ما بيدعموش على فكرة المشاكل كتير قوي دلوقتي في الدعم لكن حتى لو ما بيدعموش لا ماديا ولا نفسيا بس أنا أنا بحس كده أن أهلي حوالي ده الأمان عادي مستكفية في ستة تانية تقولك لا الكارير بتاعي هو الأمان ودخل مادي يعني بالي كده فلوسي بتاعتي ده خلالي كل شهر وحس بقمتي وليا كارير وليا حياة والناس بتقدرني وبتحترمني وليا كده شنة ورنة وهيبة كده في أي مكان أدخل فيه ده بالنسبة لي الأمان كل واحد فينا شايف الأمان بمنظوره هو وما أقدرش أقول أن ولا حد من دول غلط لأن الأمان كل الحاجات دي راجل يحبني ويبقى حنين علي ويطبطب علي ونام جنبه كده ما بقاش خايفة من بكرة يطره هو يسيبني ويمشي يطره هو يعرف حد غيري يطره هم أهله يقصروا علي ويخلوه يسيبني يطره عشان أنا ما خلفتش فممكن يسيبني في يوم الأيام ومامتو تأثر عليه ولا معرفش مين يطره 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 تعرفين يا طرى الأفكار السودوية والأفكار الدايما السلبية اللي بتيجي في بال كل ست ألأ 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 من بكرة هيعمل يا يساو إيه ده مش أمان لكن الراجل اللي يعكس لي ده يبقى عكسه طبعا الأمان الأمان راجل يحبني ويحنوا علي ويبقى معايا في حياتي ويبقى ضهري وسندي ضهري وسندي مش لازم فلوس بس يبقى كده ضهري أبقى زعلانة بعية أجري عليه وترمي في حضنه مبسوطة وفرحانة وترقيت في شغلي ونجحة وعملة حاجة حلوة أجري عليه برضو وفرح ويفرح معايا يعني أفرح معايا ويزعل معايا الأمان إن أنا يبقى عندي فلوس بدل ما أفضل أضغط أضغط على جوزي إن أنا عايزة وعايزة وعايزة وممكن يكون هو على قده فبردو الكارير ويبقى ليكي كيان ويبقى فلوسك في جيبك نفسك في حاجة تجيبيها تبقي مبسوطة بنفسك ده برضو أمان الولاد كمان يعني فيه ناس كتير جدا يعني اللي مخلفوش طبعا ربنا يديهم نعمة الخلفة لنفسهم يبقى فيه ولاده أمان وفيه ناس بتفكر ممكن ما يبقى السعيد في بيته يعني ممكن ما يبقى السعيد خالص أو هي مش مبسوطة معايا بس بالنسبة لها ولادها حواليها وبيكبروا شايفاهم ومبسوطين ونجحين ده بالنسبة لها الأمان تيجي مثلا تقول لها طب انت عايشة ازاي انت مش مبسوطة وانت تقول لك كفاية ولادها حوالي فيه ناس تانية وفيه ستة تانية تقول لك ما الولاد بيكبروا ويكبروا كل واحد مع صحابه وانا قاعدة الوحدي في البيت فانا كنت فكرة ان الولاد أمان وسند لكن بعد ما بيكبروا ببقى وحيدة فلازم يبقى حد معايا في حياتي طب طب علي بقى موجود جنبي لان الولاد خلص كل واحد بيشوف حياته وبيتجوز وبيمشي وبيكبر فالأمان كل واحد فينا شايفه بطريقة مختلفة ترجمة نانسي قنقر